ضع البيت في البرتمان ووفري بقى فلوسك بما ان كارتونة البيت بقى اتغلية علي النهاردة هقولك على شوية حال وتدابير هتوفر عليكي وقت كتير وهتحللك مشاكل كتير وانت يوقف في المطبخ او في حياتك اليومية عموما لاول مرة يشوف قناتي انا شيري بعمل وصفات للمبتدئين والمختربين وسانا قولها جواز وكمان بعمل سلسلة على القناة للحال والتدابير فضلنا ليس امرا سكروا الله صلى على النبي وما تنسوش اللايك والاشتراك بقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم مني اشعار بكل جديد ويلا بقى بدون راغي كتير خلونا سريعا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف التدابير بتاعتنا للنهاردة بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين لو عندك ازازة بريل فاضية ويترميها وتعالي النهاردة قولك ازاي تستغليها وتعملي فكرة جميلة جدا منها اول كده ببنجيب ازازة الكولور وبنيجي نستخدمها بتوقع كتير عن الشوية اللي احنا محتاجينهم ففكرة دي الناس كتير برضه لسه ما تعرفهاش انك تقدر انك تفكي الغطب بتاع ازازة البريل وتحطيه في الازازة بتاعت الكولور من فوق وبكده تكوني اتحكمتي في الكمية اللي هتنزليها من الكولور بدل ما تهضري منه وكمان تقدري انك تعمليها زي الامع كده وتقلب الازازة كلها لو شكلها مش لطيف بالنسبالك وتحطيها في ازازة البريل او الفيري كده وتحطيه ما عندك على الحود للاستخدام اليومي بتاعك في التنظيف والتعقيم بصوا كده يعني بصوا انا ممكن كنت في الشوية دول اعربع الازازة مثلا لكن بالمنظر ده بحط كده على قد استخدامي في الحود فجربوا الفكرة دي فكرة لذيذة جدا وهتوفر معاكو كتير وهتخلي ازازة الكولور تعود معاك كتير جدا لانك انت اللي هتتحكم في الكمية اللي نزلة منها لو نزلة بقى تعمل الرياضة بتاعتك الصبح مثلا او نزلة تجيبي العيش مثلا لابسة عباية او نزلة حاجة لابسة حاجة مفهاج جيوب بتبقي شايلة في ايديك كده مناديل مفتاح بتاع البيت او العمارة بتبقي شايلة مثلا البطاقة بشايلة كزا حاجة في ايدك وبتبقي خايفة مثلا المفتاح يقع منك فكرة بقى حلوة تقدري انك تنفذيها تجيبي بقى كده المفتاح بتاعك وتربطيه في الروبوت بتاع الكوتي آآ وادخلي المفتاح لجوه وبكده تكون يحفز على المفتاح بتاعك ان هو يقع او يضيع في الشارع من غير ما تكون يملخومة بيه ومن غير كمان ما يعورك وانت شايلة الكيس بتاع العيش فجرب الفكرة تي حلوة جدا ولو ابنك او بنتك رايحين الدرس برضو يقدروا ينفزوها بحيث ان المفتاح ما يضعش او يتلهو او يضيعو من غير ما يقصدو. ساعة كده الواحد بيقوم اخر الليل كده بيبقى نفسه في حاجة حلوة فتعالوا نهار ده لما اقول لكم على فكرة حلوة جدا آآ تقدروا انك تعمل بها حلويات سريعة الاخر الليل جيبوا كده المارشميلو تحطوا تحتو بسكوت تدخلوا في الميكرويف لمدة تلاتين سانية او عشرين سانية وبيطلع محيكو كده الكمية بتاعتهم مدى ضعفة تقدروا انكو تحطوه بقى تاكلوه كده بالبسكوت حلويات سريعة طعمها حلو وفي نفس الوقت الكمية بتاعت المارشميلو ضعفت فحلوة قوي ليكي او لاطفالك جربوا الطريقة دي وهتعجبكو جدا لو عندك اشر برتقون انت عندك كنزة في بيتك اوعي ترميه فكرة النهاردة من ضمن افكار اشر البرتقون اللي انا قلته لكم قبل كده اوعي ترموا الاشر وخزنوا عندكم آآ بصوا بقى الفكرة دي واجيب كده اشر البرتقون عندي وبجففو آآ من غير ما حطوه في الفرن او في الميكرويف بسيبو كده بعد ما بقشرو بحطوه عندي في علبة كده وبسيبو آآ فوق التلاجة كده ينشف مع نفسه لمدة تلات اربعة تيام آآ واهم حاجة الاشرة دي آآ تكون الاشرة بس بتاعت البرتقون من غير الاشرة اللي بدأ لكم هقولكو ازاي دلوقتي المهمة بعد ما بنجففو بحطو كده في المطحنة وبطحنو يعني لحد ما يبقى زي البودرة تقدروا انكو تغربلو الشباية دول واتاخدوا بس البودرة اللي موجودة فيها اقوى حاجة في التدبيلات بتاعت اللحم والفراخ وبجد احلى حاجة ممكن تحطوها مع الفراخ او المنزل الحاجة دي كلها هي البودرة بتاعت البرتقون واللمون في منتهى الجمال يا جماعة بجد لازم تعملوها وتكون عندكم وتكون موجودة في كل بيت البودرة بتاعت البرتقون وبصوا علشان تعملو القشرة رفاية هتجيبوا كده المأشرة وتبدأوا انكو تقشروا البورتقون بالمنظر ده لان احنا عايزين القشرة بس القشرة اللي تبقى من جوه دي هتمرر لكم البودرة فبس احنا عايزين قشرة لمنبرة اعملوها بالمأشرة وبعد كده احطوهم جنب بعض واسبوهم فوق التلاجة اربعة ايام هتنشف معاكم واعملوا واقي الخطوات جربوها وان شاء الله تعجبكم تونس كفنتو من الفكرة دي لو لسه ما عملتش لايك لحد دلوقتي فاضلا وليس امرا زل يبقى اعملي لايك والاشتراك بالقناة كده وتفعيل زر الجرس علشان يوصلوكم اني اشعار بكل جديد وبما اني نفصل الشتاء ما ينفعش الفكرة دي تعدي عليكو كده مرور الكرام وما تعملوهاش هتجيبو اللتر ونص المية الصبح او اللتر بتاع المية وتعصروا عليه عصير نص لامونة الحركة دي بترفع المناعة وبتزود بسبب فيتامين سي وكمان علشان نزلات البرد على فكرة كمان بتخسس لو استمرتوا عليها لمدة شهر هتلاحظوا الفرق في محيط الخسر جربو الفكرة دي وان شاء الله تعتمدوها بعد كده في حياتكو اليومية بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وتور السنين صدق الله العظيم تين والزيتون مذكرين في القرآن يا جماعة مع بعض النهاردة هقولكو ازاي تستغنوا عن ادوية فيتامين دال بحاجة عندنا كلنا في البيت ومنك خلاص تدخلنا على رمضان كل سنة وانتو طيبين فالتين المجفف هيكون موجودة عندنا في البيت هتجيبو كده تلاتة من التين المجفف وتحطوهم في برتمون وتغمروهم بزيت الزيتون تسيبوهم لمدة 3 ايام في دولاب المطبخ مكان مسلم وبعد كده كل يوم الصبح تاخدوا واحدة من التين على الريق حركة دي هتيعلكو واجع المفاصل والعظم وهتحسن من فيتامين دال في الجسم فجربوا الطريقة دي وان شاء الله تستغنوا عن كل الادوية بتاعة العظم الفكرة اللي ما يبقى بعد كده لو الصفاية بتاعتك ضيعة او واسعة وبتنزلك بقايا الاكل في الحود اللي بيبقى اخر اليوم ممكن يعملك ريحة وحشة تقدري انك تستبدليها بسلك المواعين الناعم كل يوم كده تقوم يحطلك حتة من سلك المواعين جوه الحود بالمنظر ده هيصفيلك كل بقايا الاكل جوه واخر اليوم ترميها فكرة حلوة جدا تقدري كمان انك تنفزها وانت بتخسل السمك او الفراخ علشان البقايا ما تقعش جوه الحود وتعملك ريحة وحشة كمان شوية جربوا الفكرة دي وتعتمدوها باذن الله لو ما عندكوش الصفاية دي او الصفاية السلكم الفكرة اللي معايا بعد كده وهي قبل ما نعمل كده الكيك المفروض نتأكد من البيض ده فازد ولا سليم وعلشان نعرف البيض اللي معنا فازد ولا سليم تعالوا بقى لما اقولكو على الطريقة هتجيبوا كده نص كبايا من المياه وتبدأوا انكو تحطوا فيها البيضة لو البيضة نزلت لتحت تبقى البيضة سليمة انما لو البيضة طفت على سطح المياه او طلعت لفوق شوية ما لمستش اعرق كبايا تبقى البيضة دي فازد ده وما ينفعش خلص انكو تحطوها في الخليط بتاع الكيك علشان ما يبوزهاش فلو الفكرة دي اول مرة تعرفوها صلوا على النبي كده وما تنسوش اللايك للفيديو علشان غيركم يستفد فكرة اللي بعد كده للنقط بتاعت الزيت اللي بتقى على الهدوم او من الشربة او مثلا اطفال اللي عندك يأكلوا اعلى نفسهم هاتي البريل بتاع المواعين وما تستغرباش خالص هتجيبي كده كم نقطة من البريل وتحطيهم مكان البقع وتقفليهم بالمنظر ده وتسيبيهم بقى لحد ما تيجي تخسلي في الغسلة بتاعتك ولما تطلعيهم مش هبقى فيه اي اثار للبقع جربوا الطريقة دي وان شاء الله بعد كده هتعتمدوها قبل الغسيل بتاعكم الفكرة بقى اللي بعد كده مش مهمة الناس كتير ولكني بصراحة كنت بدور عليها من قبل ما تعلم ازاي امسك الشوبستيكس اللي بيتمسك بها النودلز والاكلات الصينية والسوشي والحاجات دي كلها لو انت عادة في المطعم ومش عايزة مثلا تتحرجي لو انت عادة في مطعم نودلز او كده تقدر انك تنفذ الفكرة دي وهي انك تلف العسيان جوه المنزيل وبكده هتمسك الشوشي بكل سهولة من غير ما تسبب احروق لو الفكرة عجبتك ما تنسيش تشعير الفيديو مع صاحبتك علشان هي كمان تستفيد والفكرة اللي معنا اللي بقى للنهار ده وهي ضاعي البيض في البرتمان وتخلص من اكبر المشاكل اللي ممكن تواجهك وانتي واقفة في المطبخ هنجيب كده بما ان بقى البيض غالي هنبدأ ان احنا نجيبه كده ونحطه في البرتمان معنا بالمنظر ده طبعا الاول هنكون سلقين البيض بتاعنا مثلا عندك سلقه اثنين سلقه اربعة او اي حاجة من الحاجات دي كلها هتجيبي كده البرتمان بتاعك وتحطي ربع مية وتبداي انك تحطي في البيض وهو سخن طبعا ما تكون ساعة من الحلفية او البيض وهو سخن كده الواحد مش بيعرف يقشره على طول تبداي انك تحطيه في البرتمان وتركيه وبكده البيض يكون تقشر معاك بكل سهولة وكمان طلع كل الاشر من غير ما تبهدلي ايدك او تبهدلي الحوت وفي نفس الوقت القشرة انفصلت بكل سهولة من غير ما شاكله يطلع معاكي مش مظبوط او وحش فكرة حلوة وتقدري انك تنفزيها من غير ما تهدري اي حاجة من قشرة البيض قبل ما ترميها وكمان قشرة البيض يا جماعة استفيدوا منها لها استخدامات كتير وتقدروا انكم تطحنوها لو عندكم الزرع وتستخدموا القشرة دي كثمات للزرع اللي موجودة عندكم يا رب تكونوا استفدتم من الافكار بتاعت الفيديو للنهاردة لو عجبتكم الافكار ما تنسوش فضلا وليس امرا لايك وشير واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم مني اشعر بكل جديد اشوفكم الفيديو القادم على خير واسبكم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم